السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم درس مختلف شوية نشوف زي نعمل بيك للشادو ماب و الامبنت اكلوجان ماب الكلام ده امتى بنستخدمه في استخدامين لو هنعمل انميشن لانتيريور سين فالافضل نعمل بيك للماب عشان الرندر يكون اسرع الحالة التانية لو بنعمل اللعبة فيه بلندر اول او هنصدر موديل لجيم انجين الخطوات سهلة جدا اول خطوة لازم نعمل يو في نظبط عندنا اليو في خلا نشوف المشهد عندنا عبارة عن ايه طبعا باستخدم نسخة القديمة لتو بوينت سيفن ناين والانجين اللي اتين برضو اللي هو بلندر رندر لكن كلام ده ساري على جميع على سايكل نفس الخطوات ان شاء الله يكون في درس برضو خاص بالسايكل في نسخة حديثة زي بلندر سري طيب عمتا احنا عندنا المشهد بارا انتهت ثلاثة موديل عندنا الجراوند وعندنا البيز او الفونتين طيب اول شيء عندنا ايضا هنا لايت لايت ده شادوز ري شادوز ده كده بدون شادوز لكن ده شادوز سوف نقول ان الانرجي 1.5 و 1.2 و السامبل سوف نقول 15 وهنا سوفت سايز ده بنغير السوفت سايز وده بالسوفت سايز وده عندنا ايضا لايت اللي هو هيمي لايت قريب من الثباط وبناء باللون اللي هو البيربل ده طيب اول شيء انا هعمله انا هدمج الثلاثة عناصر لان هنا عندي المشهد مش كبير فهنا هدمج الثلاثة بحيث اعمل بيك مرة واحدة فقط لو عندي ثلاثة عناصر فاعمل هنا بيك للشادوز وبعدها بيك للامبت اكلوجين فاكرر الكلام ده ثلاثة مرات فليه اكرر الكلام ده لما انا ممكن ادمجهم ويكون عندي عنصر واحد واعمله بيك مرة واحدة فاضغط كنترول جي لو انا جيت هنا بسيط على اليوفيز فهاجد ان اليوفيز اكبر من الشكل عشان الجراوند يصبح زاكد مش هنفعنا اعمل اسكيل مش هنفع اعمل اسكيل هكذا طيب ايه الحل؟ هسيب نفس اليوفيز ده كده موجود ثابت ولكن هضيف اليوفيز تاني ممكن انا اسمي ده كده واريجينال واضف هنا نو يوفي واسميه لكن بيكد شادوز مزوط وهاجه هنا ممكن انا ادي ارتيب دولت او بماني انا عندي هنا السيم اللي يابلون الاحمر عندي السيم ده فانا ببساطة ممكن اختار الكل وضغط يوفي انرب طب ده كلام سليم هاجب بقى ارتب الكلام ده في المشهد هاجب هنا ارتب اليوفيز طيب مقابل ايضا اكبر شيء هنا. فاحفظ عن نسبة والتناسب. احرك ده هنا وليكن. احرك ده ممكن هنا. دلوقتي. احرك هكذا. احرك هنا. طبعا هنا في نسخة القديمة الرايت كليك او الاسيلكت بالرايت كليك. عشان لا تستخدم فيه اختلافات بين نسخة الحديثة والنسخة القديمة. طبعا البيكنج نفس التكنيك ما فيش اختلاف. ممكن يختار الاثنين. كنترول ال. اقوم هنا. هكذا. طيب. دلوقتي انا اضيف. احشان اعمل بيك لازم يكون عندي صور. هعمل بيك في اي صورة. ما نفعش اعمل هنا بيك على الصورة ديت. لازم يكون عندي صورة جديدة. فعمل اميج. مش مهم الاسم ولكن مهم عندي. يعني انا نقول اهل لحاجة توكي. وهضغط اوكي. لو جيت هنا. في تيكيت شر. اذا. احنا وصلنا اننا عملنا يوفي. وانشاء هنا الامج. اللي نعمل عليها بيك. انا هنا في البيس اندر رندر. عندي هنا اثنين لايت. اول حاجة في هاجة في الورلد. اختار هنا السامبلز ولي هكون خمسة عشر بحيث. هنا طبعا عندي دا جريد. نظار ولكن هو شغال. بحيث الجوضة تكون عندي علينا بحالة اه يعني يكون الجوضة عندي افضل شيء. طيب هاجة هنا. تحت هنا في البيك. هاختار اول شيء. هعمل مرة الامبين توكلوجين ومره للشادوس. اختار الامبين توكلوجين. بحيث الان تكون متعدلة. واضغط بيك. هلاحظون هنا بيزار عندي الامبين توكلوجين. لما يخلص مية في المية. طبعا هنا. اه لو ضغطت هنا بيقول لي ان الوقت المتوقي 24 وكزا. اه طبعا في نقطة انا لو ما كنتش اختارت زودة السامبلز في الورلد. او لو كنت اختارت صورة جودة فايكون. فمش هيكون الامبين توكلوجين بهذا الشكل. ده اه يعني نتيجة كويسة فاضغط على save image. او save as image. وسمي ده كده امبين توكلوجين. واضغط save. طيب. اه ده هارك بس هنا في اللير الخمسة. هاجي هنا. بنسبة للشادوز معتمد على اللايت. فارجع ثاني اختار shadow. وهضغط bake. اختار العنصر. واختار الامج اللي هي اسمها انتايتلد. وهضغط bake. حين المرة دي بيعمل bake للشادوز. طيب هاسايف برضو الامج ديت. شادوز. طيب. بقى عندي اتنين صورتين. امبين توكلوجين. وشادوز. الخطوة التانية او احتوار التالتة. يبقى اذا عندنا اول حاجة عملنا يو في. بعد كده عملنا الباك. بعد كنا نزا بالفتشوب هندمج الصورتين. طيب. انا عندي هنا اتنين صورتين. صورة شادوز وصورة امبين توكلون. هبدأ بالشادو. هضغط هنا. لير باللون الابيض. هدمج الصورتين. هكذا. ويحرك الصورة ديات. في هذه اللير. هيكون عندي هنا المود مالتيبلاي. ممكن اقلل هنا الابستي ولا يكون سبعين. وهيكون عندي هنا. طيب بمين انا عندي اعمل جودة عالية. فما فيش يعني الاجز. ما فيهاش بيكسيليشن. فممكن لو في بيكسيليشن. اذهب لجاوسن بلور. وضيف جاوسن بلور بيكسل وان. بحيث الحوف تبقى انعم. هنا برضو نفس الكلام. هزاب على البلور. وضغط هنا. جاوسن بلور واحد. الخلفية عندي هتكون بلون رمادي. واسلي اكون بهذا الشكل. كده اجهزت عندي الماب. فسيفها كبين جي. وهرجع تاني هنا. هرجع تاني. اسميها. اتنين شادو. اي او بيكت. طيب. هرجع تاني لمهفة البلندر. عندي هنا زي ما قلنا اتني اللير. في التكتشر. هضيف عندي تكتشر جديدة. اميج. اختار اميج. هي ديت. طيب. كلام سليم. هرجع هنا في اليو في. اليو في هيكون بيكت شادوز. ولكن. الگراوند نورمل هيكون. ارجنل. والجراوند هنا ايضا هيكون. ارجنل. كلام سليم. كلام سليم. بالنسبة لي. التكتشر هنا هيكون. بيكت شادوز. يو في. البيلند هيكون ملطيبلاي. طيب. ده بدون. ده بي الشادوز. طبعا فرق. في هنا امبنت اكلوجان. وفي هنا شادوز. يعني حتى لو حركت اللامب في عندي شادوز. حتى لو خفيت ارجع ثاني. بالنسبة لي الفونتين. هنا ده كده اليو في اوريجنال. وهنا النورمل باب. النورمل ماب ايضا اوريجنال. ارجع ثاني للاصل. انا عندي فيه اتنين يو فيز. يو فيز خاص بالشادوز اللي هو البيكت. وفيه يو فيز الاساسي الخاص بالماب. هكي هنا في الشادوز هضيف عندي تيكتشر هذي. خلاني رقا نشوف التيكتشر كان اسمها. تيكتشر ممكن نسميها بيكت. طبعا هنا الموضوع مختلف شوية في المسخلق دياني بلندر. لكن الاساسيات واحدة. هضيف يو فيز هيكون بيكت شادوز. وهرجع هنا في البيند هيكون ملطي بلغي. كده دي الخطة الرابعة. بقى بس اننا ازود اللايت. اللايت بالنسبة للايت هنا الانتنسيتي لان الشادو ماب والبيكت ماب بتقلل يعني المشهد بيكون مظلم شوية. ممكن اقول الانيرجي اثنين او ثلاثة. ممكن اثنين ونص. او اثنين كافي. والكالر. هكذا. الخطوة دي. او نفس الخطوة دي. او نفس الخطوة ديت بنطبعها لأي مشهد. حتى لو كان مشهد اكتر من كده موديل واحد. لو كان مشهد اكتر من كده. هنقسم. المشهد الاكتر من موديل. ونعمل لهم بيك كل موديل. ماب لوحدها كذا. وهنا نضفهم في تيكتر. زي ما احنا ضفنا هنا البيكت ماب. اذا كده كان عبارة عن خطوات انشاء بيك ماب في النسخة ديون بلينتر لاتو بنت سيفن ناين. احاول ان شاء الله يكون في فيديو فصل عن النسخة الحديثة زي سري بوينت فايف و سري بوينت سكس.